يعطيكم العافية مدارس الوطن العربي للصفو الثامن اليوم بدنا نحل تمرين ومسائل من درس حجم المنشور الثلاثي القائم ومساحة سطحه في البداية بدنا نراجع لتعرفناه في الحصة السابقة تعرفنا في الحصة السابقة على شكل المنشور الثلاثي كمجسم وأيضا كشبكة هذا شكله كمجسم يتكون من قاعدتين واحد اتنين وثلاث أوجه جانبية وهون موضح بالصورة ارتفاع المنشور وقلنا سابقا ان ارتفاع المنشور وعبارة عن المسافة بين القاعدتين الآن ننظر إلى الشبكة من اللاحظ من الشبكة انه في اشي اسمه مساحة جانبية وهي عبارة عن مساحة الثلاث مستطيلات واحد اتنين ثلاث اما اذا ذكر بالسؤال انه احنا نريد المساحة الكلية فهي عبارة عن مساحة الجانبية المساحة الجانبية اضافة لها مساحة القاعدتين الموجودتين بدنا نراجع مع بعض القوانين قانون الاول تعرفنا عليه وهو حجم المنشور الثلاثي كيف نجد الحجم لهذا المنشور القانون يساوي مساحة القاعدة والقاعدة زي ما احنا شايفين مثلاث فمساحة القاعدة مضروبة بارتفاع المنشور بالنسبة لمساحة القاعدة هي عبارة عن مساحة المثلاث اللي هي نص القاعدة في ارتفاع المثلاث مضروبة في ارتفاع المنشور نص القاعدة قاعدة المثلاث اللي هي في الاسفل مضروبة في ارتفاع المنشور ولاحظنا انه في ارتفاع للمنشور وفي ارتفاع للمثلاث اذا بدي انا مساحة القاعدة بضرب بارتفاع المثلاث القانون التهني وهو المساحة الجانبية المساحة الجانبية الموضحة هنا وهي عبارة عن محيط القاعدة اللي هو عبارة عن محيط المثلث ومنوجده من خلال مجموع أطوال أطلاع المثلث مضروب بارتفاع المنشور إذن المساحة الجانبية هي محيط القاعدة أي محيط المثلث ضرب ارتفاع المنشور في النهاية كيف نجد المساحة الكلية المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين المساحة الجانبية منضيف عليها مساحة القاعدة الأولى زائد المساحة القاعدة الثانية هاي القوانين المهمة رح نستخدمها الآن أثناء الحل تمرين ومسائل من درس حجم المنشور الثلاثي ومساحة الثلاثة تمارين ومسائل صفحة 102 السؤال الأول منشور ثلاثي أحد أو أطوال قاعدته على التوالي هي 6 سنطي 8 سنطي 10 سنطي وارتفاعه يعني ارتفاع المنشور 11 سنطيمتر جد كلا من المطلوب الأول أنه نوجد حجم المنشور والمطلوب الثاني ومساحة سطحه الكلية هلأ في البداية أول ما بدي أتفرج على هذا السؤال أنا بالبداية بدي أركز على الأطوال الأضلاعي اللي أعطاني إياهم الموجودون لقاعدة هذا المنشور أعطاني 6 18 هلأ المثلث المكون من 6 18 هو مثلث قائم الزاوية ليش؟ لأنه إحنا أخذنا أنه من ثلاثيات في ثوروس المثلث اللي بيكون أطوال أطلاعه عبارة عن 3 و 4 و 5 وحكينا إذا بدنا نجيب كمان مثلثات قائم الزاوية بناخد مضاعفات يعني أنا بدي أضرب مثلاً بضرب بـ 2 فإذا ضربت الثلاثة بـ 2 أعطاني الـ 6 الأربعة بـ 2 أعطاني الثمانية خمسة بـ 2 أعطاني العشرة إذن أنا بهاي الطريقة قدرت أعرف أنه المثلث اللي أمامي هو عبارة عن مثلث قائم الزاوية هلأ بالبداية الحل بدي حجم المنشور الثلاثي طبعاً يساوي مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور طيب مساحة القاعدة بنرجع من أكد أنه القاعدة عبارة عن مثلث ومساحة القاعدة تساوي نص ضرب قاعدة اللي هي قاعدة المثلث ضرب ارتفاع المنشور الآن بدي أعوض نص القاعدة رح تكون عندي عبارة عن رح أعوض 6 والارتفاع 8 والعكس صحيح عادي لو عوض 6 بـ 8 نفس الشي بس المهم مش العشرة لأنه العشرة هي وتر أما هدول أحد الأضلاع القائمة ضرب ارتفاع المنشور معطى من السؤال عبارة عن 11 الآن بدي أخذ في البداية نص 6 3 3 بـ 8 رح يطلع عندي 24 ضرب 11 الجواب النهائي عبارة عن 4 6 2 سم مكعب إذن هاد بالنسبة لحجم المنشور هلأ المطلوب الثاني من السؤال با اللي هو عبارة عن المساحة مساحة سطحه الكلية هلأ بالبداية بدي أكتب المساحة مساحة سطحه الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين هذا هو القانون طيب المساحة الجانبية بدي أجيبها إذن المساحة الجانبية لأنها عندي مجهولة تساوي محيط القاعدة ضرب ارتفاع المنشور الآن بدي أوجد محيط القاعدة القاعدة زي ما إحنا شفنا هي عبارة عن مثلث مثلث مكون من 8 6 هي 8 وعبارة عن 10 هاي هي القاعدة تمام الآن إذا بدي أوجد المحيط فالمحيط هو مجموعة أطوال الأضلع واللي هو 6 زائد 8 زائد 10 ضرب الارتفاع تاع المنشور اللي هو 11 هاي رح يكون عندي 6 زائد 8 زائد 10 عبارة عن 24 ضرب 11 والجواب النهائي 264 هذه بالنسبة للمساحة الجانبية أما بالنسبة هلا الآن بدي أضرب هلا المساحة الكلية هي مساحة جانبية اللي هي عندي 200 و 64 زائد مساحة القاعدتين هلا مساحة القاعدتين هي عبارة عن مساحة المثلث عبارة مساحة القاعدتين عبارة عن 2 اللي هي عبارة عن 2 ضرب مساحة القاعدة مساحة القاعدة طلعت معنا قبل 24 إذن 2 ضرب 24 بدنا نضيف عليهم 264 هون رح يطلع عندي 48 زائد 264 الجواب النهائي 312 سنتيمتر مربع إذن المساحة الكلية أوجدنا مساحة جانبية أولا محيط في ارتفاع جمعنا أطوال أضلاع المحيط ضربنا بـ 11 الارتفاع طلعت معي مساحة جانبية المساحة الكلية هي نص القاعدة بالارتفاع اللي هي الـ 24 اللي طلعت معنا نص في القاعدة في الارتفاع 24 هاي مساحة قاعدة وحدة لكن عندي تنتين فأطرب بـ 248 وبالنهاية بجمع هيك بتطلع عندي المساحة الكلية مسائل صفحة 102 السؤال الثاني منشور ثلاثي حجمه 28 متر مكعر ومساحة قاعدته 7 متر مربع جد ارتفاعه بالبداية منشور ثلاثي أعطاني حجمه بكتب قانون الحجم حجم المنشور الثلاثي يساوي مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور بعدين ويساوي الحجم أعطاني بالسؤال 28 المساحة أعطاني 7 والمجهول هو الارتفاع الآن علي أني أوجد الارتفاع لأنه مضروب ب 7 رح أقسم الطرفين على 7 رح أقسم 7 تقسيم 7 بتروح 7 مع 7 الآن الآن الارتفاع رح يساوي معنا 28 تقسيم 7 4 متر إذن الارتفاع رح يكون لنا الجواب 4 متر سؤال الثالث منشور ثلاثي مساحته الجانبية 31 وحتى 30 ونص سنتيمتر مربع وارتفاع 4 ونص سنتيمتر جد محيط قاعدته هذا السؤال صفحة ومسائل الحل بالبداية بكتب قانون المساحة الجانبية للمنشور عبارة عن محيط القاعدة يوم حيط المثلث ضرب ارتفاع المنشور الآن المساحة الجانبية هي 31 ونص تساوي المحيط محيط القاعدة هو عبارة عن المجهول وارتفاعه 4 ونص الآن كيف بدي أحل بدي أوجد قيمة سين رح أقسم على 4 ونص والجهة التانية على 4 ونص فعننا سين اللي هي عبارة عن إيش؟ محيط القاعدة رح يساوي عنا نص مع نص بتروح 31 تقسيم 4 عبارة عن 7 سانتي متر هذا هو المحيط إذن المحيط عبارة عن 7 سانتي متر ضايا السؤال الرابع والخامس رح يكونوا معك واجب وبآخر الفيديو رح أبعثي الإجابات ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا